الاخوان السلام عليكم موضوع دينا اليوم الاخوان على البيرمي بالنسبة الناس اللي كتسول على الجديد ديال البيرمي ولا فينوصل الخبر ديال البيرمي نسخة الفين وعشرين والتغير ديالها في ايطاليا كيفما شفنا الاخوان بعض المشاكل كانت وقعات وحيدوا للناس البيرميات حيدوا ليهم كل شيء وتواصلت مع احد الاخ اللي عنده نفس المشكل وعنده اخر ما كان يعني الجديد والاخبار على البيرمي لان القضية مبقاش فيد الصفارة وتحولات يعني غادي نخلي نخلي لكم الاوديو اللي توصلت به من عند هاد الاخ هاد الاخ طارق نوجه له تحياتي من هاد المنبر هاد وغادي نشوفوا الاخوان كينا واحد الوقفة احتجاجية اخوان راه مشكلنا مشكل واحد وهدفنا ايضا هدف واحد وخنكونوا فرقين وخنكونوا كل واحد في مجموعة كل واحد في جروب شي داخل مع الكوبس شي داخل مع سي داخل مع الواسبي كل واحد في مقيد كل واحد في مكين كل واحد مثلا كي يجر الجهة ولا بغي يدير فرق عبو حدوء ويمشي وقف امام الصفارة ولا امام يعني وزارة النقل بروما راه الهدف دينا واحد ما الاحسن اننا نجمعه وكاملين نمشيوا لهذا المكان هذا اللي هو وزارة النقل ان شاء الله الناس غاد يتجمع غاد يتجمع وتمشي الروما وامام وزارة النقل يوم 22 مع الصباح الاخوان يوم 22 في شهر السعود مع التسعود واللعاشرة دي الصباح الناس اللي عندها نفس المشكل من الاحسن تمشي تمق باش نكبر هاد صغار الاخوان خاصنا نديروا العدد نديروا نكونوا اكبر عدد باش يشوفونا مجموعين المهم الوقفة الاحتجاجية ان شاء الله اللي غاد يتكون وهي نهار 22 في شهر السعود في الصباح مع التسعود التسعود واللعاشرة دي الصباح امام مقر وزارة النقل بروما الاخوان غاد نخليكم مع الفيديو مع الاوض والاخوان باش تسمعوا الجديد اللي كان ديال اه ديال نسخة السياقة ولا التغيير ديالها هنا يا في ايطاليا واللي هو مهم بزاف الاخوان ما تنسوش اثنين وعشرين في شهر السعود مع التسعود ديال الصباح تسعود العاشرة امام مقر وزارة النقل في روما اللي مهتم وبغى المشكل دياله يتفتح ديال بيرمي بلا ما يبقى يسول من بعيد مال الاحسن مال الاحسن من طبيعة الحال كل واحد الظروف ديال ومال الاحسن تمشي لتمه وبغيتكم تبارتاجيوا معنا ديال اخوان هذا الفيديو هذا يوصل الاكبر عدد من الناس عندهم نفس المشكل حتى ولما كانش عندك هاد المشكل هذا رام طبيعة الحال قد يكون عنده واحد الصديق ديالك ولا اخ او شي حد من العائلة ديالك حاول انك تبارتاجي مع الفيديو هذا ونخليكم مع الاوديو يا الاخوان باش تسمعوا الجديد ديال نسخة الفين وعشرين والمشكل ديالها الاخوان غادي نرجع ان شاء الله ومتعرفين مع الدراري اننا نهار مني نجي وشهر تسعود اه نعودوا عاو تاني التحركات شوية ونشوفوا شي جيها نضغطوا عليها نعودوا نتاصلوا بها ديكو البيروات اللي كنا تتاصلنا بهم اه اه داب حاليا اه اه المسألة اه ديال بيرمي هي بيد ما بقعتش بيد السفارة حين السفارة سيفتاتوا دوسي الوزارة الخارجية ووزارة الخارجية سيفتاتوا لنارسا هاداك المدير سعن نارسا طلب طلب انا واخرجوا حد صريح قال ليهم احنا انا كانت تاصلوا بالجهات المعنية في الطاليين وكانت تسنى منه كانت تسنى منهم الرب باش يفيكسوا معانا رونديفو باش نحينوا هاد الاتفاقية حينس الطريقة اللي خدمت بها السفارة وللقنسوليات هي طريقة عند خاطئة ماشي بذيك الطريقة كان عليهم يكون 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 يتاكتيف هاداك لكوردو احنا كما انتا عارف خيونس احنا ما كناش عارفين هاد الاجراءات يعني كنجه له بهاد الاتفاقيات وهاد المسائيل هاديك المدى حاولنا كما انتا عارف حاولنا نتاصل بالادارات المعنية وذلك الشيء وتاهم مرة ما بخلوش علينا عطاونا اجوبة وقالوا لنا شنا هما الجهات المسؤولة وشنا هوا الاخطاء اللي دارت السفارة حينس اكيد تاهم ما عارفينش الاجراء يعني جايبين شخص اللي ما عارفش كباش كدوزة الاجراءات عدا هما قالوا ليهم شنو كين من بعد رعرفوا ان وزارة الخارجية رأي هي الطرف الوحيد اللي خصص هاد دخل معا ديك النارسة باش يقاتوا الامور ويشوفوا يشوفوا شنا هم التخييرات وحنا رأى هوا البرميات رأي يطلعوا باقي ان ما تتبلوكه وشتاشي واحد ما تتبلوكه ليه بيرمي غير هي واحد المسألة كينين كينة جوج اشخاص هدا قال هل هي واحد السيد معنا في القروب ما عارفوش جوج اشخاص كانوا غادين المغرب في الفرونتيارة وقفوهم وقفوهم شك يقولوا ليهم الكارابينياري قالوا ليهم لا عندكم واحد البرمي خصويت تعطى للسلوطات لا ما عطيتوش بعشر ايام عندكم مولطة تح خمسالاف اورا كان اللي في بلاسة حت البرمي حانت كان هاز سوء بيه في المغرب كان اللي في بلاسة حت البرمي اللي غادين كتر من عشر ايام حانت من عشر ايام غادين اكتيب المولطة وكينة اللي عنده هذيك المدة القليلة قال لان مشيت ارجع ونجيب البرمي ما تتصلش بالدري الاخرين اللي باقي ما تحيدوش ليهم بيرميات اللي هم شي ربعة ولا خمسة غيفون ربعة ولا خمسة باقي ما تحيدوش ليهم بيرميات ميالي قال لي السيد قال لي را تشي واحد من هاد القروب اللي تبدلات لي البرمي في 2020 تشيه واحد ما يقوم عنده تي قادتوا لأكوردو قال لك تي قادتوا لأكوردو تشيه واعطين عاطين حتى هدرش مع واحدة لك في الموتوريزاتيوني تعتارينو قال لك احنا ما غديش نجيون آني ليه مدغيين غدي نخليه واحد الوقت في ندال هذا لأكوردو باش الناس ما يضيعوش وكيف ما سمعنا في الفيديو والإخوان ومن اللي بايت نوصيكم عليها الإخوان حاولوا بما أمكن أنكم تتجمعوا نهار 22 في شهر تسعود مع التسعود للعشر دي الصباح أمام مقر وزارة النقل بروما بما أمكنها الإخوان حاولوا أنكم تتجمعوا باش تاخدوا البرميات ديالكم مراه كينا الإخوان كينا اللي يلقى خدمة وضيع الخدمة بسبب البرمي أنه ما عندوش البرمي والناس اللي حايدوا لهم برميات رخص مضروري يرجعوا لهم برميات خاص ضروري نوصلوا لشي حل واتفاقية باش ناخدوا البرميات ديالنا كاملين ونخدموا على روحنا ونخدموا على ولداتنا وعلى عائلاتنا واللي عندوش خدمة يمشي لها الإخوان حاولوا أنكم توحدوا وتجمعوا إن شاء الله تحياتي لكم الإخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته